في حال كان المستخدم يقوم بإرسال رسائل كثيرة إلى مجموعات محددة من الأشخاص كأعضاء فريق العمل أو أفراد من العائلة أو زملاء في الشعبة فإنه يستطيع إنشاء مجموعة جهات اتصال تحتوي على كل عنوين البريد الإلكتروني ومن ثم كتابة اسم المجموعة في حقل العنوان لإدراج أعضاء المجموعة دفعة واحدة ويمكن على سبيل المثال إنشاء مجموعة تحت مسمى مقرر الحاسب تضم عنوين البريد الإلكتروني لجميع المتدربين في الشعبة وذلك من خلال النقر على شريط التنقل واختيار مجلدات ثم النقر على مجلد جهات الاتصال أو كونتاكت بعد ذلك يتم النقر على علامة تبويب الصفحة الرئيسية ثم أيقونة عناصر مجموعة جهات اتصال جديدة تظهر نافذة مجموعة الاتصال الجديدة وفي خانة الاسم يتم تحديد اسم المجموعة مثلا مقرر الحاسب ثم من خلال أيقونة إضافة أعضاء يمكن إضافة الأعضاء الذين تشملهم هذه المجموعة وهم على سبيل المثال المتدرب أحمد والمتدرب خالد وهكذا ثم النقر على أيقونة حفظ وإغلاق بعد إنشاء المجموعة يمكن الآن إرسال بريد إلكتروني لهم بسهولة وذلك بالطريقة التالية من نافذة البريد الإلكتروني يمكن كتابة اسم المجموعة في حق للعنوان فقط وسيتم إرسال الرسالة لجميع أفراد المجموعة ويمكن ملاحظة ظهور علامة الزائد بجانب اسم المجموعة وهو ما يشير إلى كونها مجموعة وليست جهة اتصال فردية وعند النقر على هذه العلامة سيظهر جميع أفراد المجموعة بعناوينهم البريدية